امت في موقف اتديقت جدا وانت مروح دايما ما كانش فيه سوشال ميديا بقى وقتها انه انت تشوف على الموبايل وانت مروح حد قالك مثلا كلمة انت لق انت النهاردة قلت كلام مش مزبوط انت ظلمت في الايتي النهاردة بس اكيد وفيه حاجات تتخططها عادي امت مرة اتديقت يعني حسيت انه لق هنا فيه ظلم كبير علي لا لا ده ما حصلش ما حصلش لا 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 ما حصلش انه انا انتقدنا كتير احنا ما احناش يعني بطبيعة ده ادام طالع على شاشة انتقد انتقدونا كتير ناس كتير يعني بس مش كتير اوي يعني نما كان هناك نقل فيه واحد ما اعجبوش حاجة معاين احنا قلناه فبيتكلموا بيقولوا بعبر عن نفسه طب فيه مقال مثلا اتكتبت عمك قبل كده روح تكلمت صاحب المقال قلت له الكلام ده مش حقيق ومش مزبوط لا عمري عمري لم يحدث فيه فيه ناس اتكتبت حاجات كده ده هم قلة الحقيقة انما لا هو حر يكتب كما يشاء وما انا مش لو هو عاوز تبرير اه او الضحر يعني انا مرة كنت بازيع ماتش وكان معايا كابتن طيرا وجيد وبعدين بين الشوتين جاني تليفون عفوا اثناء المبارة ما هي شغالة لانا بين الشوتين بنبع على اوه اثناء المبارة ما هي شغالة جالي تليفون الماتش كان ماتش طرفه الزمالك مع فريق اخر ايه قالك الحقنا فاندم بنصور تدريب النادي كاميرا بتاعتنا طلعه في اردر تصوير تقرير بتصور تمرين النادي الالي عظيم و تصوب المدرب الدايق لانه منع التصوير والاعلام فهجم على المصور وهو شايل الكاميرا فوقع قلت له الكاميرا تكسرت قال لي لا الكاميرا ما كسرتش كويسة بس دلوقتي انا بحكي لك الموقف اللي احنا فيه و احنا دلوقتي خرجنا قلت له اطلع على اسم قصرينيل تعمل محضر اسبات حالة و بعدين تعالي حلو كان معايا يعني زميل لما الموضوع ده تقاله اهتم جدا و اكتبه قال لي طبما ده ده نبلغ فيها الجرايط تكتبها قلت له لا يمكن لن ان تحدث مع الاعلام في هذا الامر هذا امر خاص و خاص بالنادي الاهلي و احسابي مع النادي الاهلي انا مروح بعديها بكرة الصمح بقى انه و انا مروح لقيت الموبايل باضرب مين؟ الكابتن سابت البطل رحمة الله عليه لا يرحم سابت البطل ايه يا استاذ حسام حصل صدر مننا النهاردة حاجة كذا 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 ضد الطاقم بتاعك اللي انت بعته و انا بعتذر عن اللي حصل له يا سلام و لو سمحت هاجي بكرة و جاهزولي ياريت يكون موجود الزميل المصور اللي كان شايل الكاميرا عشان اعتذر له هو نفسه و يعني بنفسنا يا سلام باعتبار مدير الكورة في ندلات يا سلام على الموقف العظيم قلت له تحب تيجي ساعة كم قال لي ساعة كذا فقلت لأستاذ حسن حامد رئيس خطاعنا هيحصل كذا 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 فالأستاذ حسن حامد قال لي لما يجي الكابتن سابت تعالوا على مكتبي فروحنا جاء انا قاعد لقيت كابتن سابت البطل داخل علينا في الخطاع و في ايده حاجة كده علبة كده و قلت له تعالى و رح تواخده على مكتب له استاذ حسن حامد و ادخلناه بتاعه و جبنا له المصور و المخرج اللي كانوا موجودين فقام و وقف و اعتذر لهم و بس راسه و قال له انا المسؤول و اعتبر ان اللي حصلت اه يعني كانوا ما حصلش و النادي الاهلي بعتلك الدرع بتاعه ده يا سلام اه درع النادي الاهلي يا سلام عمور شوف اعتذره شوف قد ايه ثابت البطل ده كان انسان اكتر من رائع عظيم واستوعب الموقف في ثواني و انتهى الموقف لانه الكاميرا ما كسرتش و ما جرلهش حاجة و كان ممكن وقتها رحمة الله عليك كابتن ثابت البطل يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام